سنواصل يعني آخر الأخبار مع زملاء المراسلين ولكن ورد إلينا هذا البيان العاجل من وزارة الصحة المصرية حيث صرحت الوزارة بارتفاع حالات الشفاء من مصاب فيروس كورونا إلى 102 وخروجهم من مستشفى العزلة الصحة أيضا ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 130 حالة وتسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وثلاث وفيات نص وتفاصيل البيان مشاهدين أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى 130 حالة وكشف دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة عن خروج سبع حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزلة من ضمنهم أجنبي واحد وستة مصريين وذلك بعد طلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالية المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم من أصل 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبيتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصرية وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لافتا إلى وفاة ثلاث حالات لنصريين دهم سيدة تبلغ من العمر 60 عام والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عام بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عام وجميعهم من محافظة القاهرة وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وذكر إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم يوم الخميس هو نحو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و24 حالة وفاة وأكد مجاهد مجددا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه ومشيرا إلى أنه فور الظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا بكل شفافية طبقا لللوائح الصحية الدولية وبالتنصيق مع منظمة الصحة العالمية وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن رقم 1-05 أو 1-5-3-3-5 مرة أخرى تم تخصيص الخط الساخن 1-05 أو 1-5-3-3-5 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية أيضا ترجمة نانسي قنقر